كشف مصدر دفاعي يوناني أن استضاماً وصفه بالبسيط وقع بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركيا الأربعاء الماضي خلال مواجهة في شرق البحر المتوسط وصفاً ما جرى بأنه مجرد حادث وأوضح أن الحادثة وقع بينما كانت سفينة المسح التركية تتحرق قرب عدد من الفرقاطات اليونانية بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية وأشار إلى أن إحدى الفرقاطات اقتربت من سفينة المسح عندما تقاطع مصارها مع مصار إحدى سفن الحراسة البحرية التركية وقال المصدر الدفاعي أن الفرقاطة اليونانية قامت بمناورة لتجنب الاستضامة المباشر إلا أنها لامست الفرقاطة التركية بشكل طفيف